أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين في حلقة يديدة من برنامج مساء ومثل ما عودناكم حلقاتنا متنوعة بالمواضيع والضيوف اللي نستضيفهم هنا ونحاول أن نقدم لكم في هذه الحلقة وجبة خفيفة على نفوسكم من خلال ضيوف مميزين من بينهم إعلاميين وممثلين قاموا بإنتاج فيلم سينمائي كويتي راح يكون معنا المخرج والمنتج عبدالله السلمان ورح نتعرف معاه عن تفاصيل الفيلم وأحداثه وكذلك راح نتعرف في هذه الحلقة عن المستهلك في الكويت وشلون يتعامل حين يتعرض للنصب أو الاستغلال وراح يكون معنا أحد الناشطين والمهتمين في ثقافة الاستهلاك لكن في البداية معنا شاب كويتي حصل على براءة اختراع في جهاز منزلي راحب بالاستاذ خالد عبدالوهاب الخليفي حياك الله خالد معنا الله حياك ما سألت بالخير على المشاهدين كلهم طبعا إحنا قاعد نشوف هنا معانا اختراع جميل لكن قبل الله نتحدث عن هذا الاختراع أنت مشاء الله في رصيدك الكثير والعديد من الاختراعات ليش مشيت بهذا الطريج واخترت أنك في استمرار تسوي اختراعي ديد هذه إن شاء الله بدأت معي من زغري يعني ما كنت حط ببالي أن أعمل شيء عشان أحتى تحصل على براءة أنا كنت أعمل شيء لحاجة لي يعني مثلا كانت الألعاب لما تتكسر من زغرنا نأخذ الدينيمو هذا ونحطها مثلا سوي مثلا من هي سيارة نأخذها نسويها مثلا قارب أو جاي فهي بدأت أساسا ما هي على براءة أو اهتمامك براءة اختراع أن يكون أنا مخترع هي اللي حاجة فقط إنزين وبلشت من عمر كم نقدر نقول أنا بلشت من عمر 12 سنة 12 سنة 12 سنة فأنت تخصص علمي أتوقع آه إيه تعلمي إنزين ومشاء الله تبارك الرحمن يعني أول أخي نقول اختراع حصل على براءة الاختراع شنو هو هو الجهاز هذا روبوتك هير دراير هولده سيستم وده تراكينج كلمنا عنه أكثر آه هذا إن أصح التعبير هذا يعتبر صالون للمرأة في حلها وترحالها آآ مثل ما أنت شايف هذا الذراع مفروض أن يكون مقدمته لأي نوع الاختراع هذا طبعا طلعنا من نحن اختراعين آآ الاختراع هذا كان أول شيء حامل لأي نوع من أنواع مجففات الشعر آآ في الكاميرا اللي هو مستشعر حساس للحركة اللي هي بيكسي كاميرا هذه تلتقط صورة أي أداة أنت تبي يتبعها الجهاز اللي هو المشط مثلا مجرد ما يصوره وانت تسرح الاستشوار يلحقك الاستشوار طبعا الاختراع الثاني اللي هو طلع منه اللي أضفته أنا عليه أنا سوينا الاستشوار بلت إن يكون داخل الجهاز نفسه يكون على شكل نوزل راس تفكه وتركبه ايه وضفنا إلى حنة وتاتو حنة وتاتو نفس الجهاز هذا اللي قاعد نشوفه الحين نعم بس هذا الجهاز هذا طبعا هو شكل الحين هذا مجرد إثبات فكرة ايه إثبات فكرة علمية أو تطبيقية حتى أنه يتطبق الاختراع لا يمكن أن يتسجل بدون ما يكون فكرة حقيقية أكيد فهذا إثبات الفكرة إحنا إثبتنا الفكرة أنه بالإمكان أن هذا الجهاز يعمل تراكينج أو فولو حق أي أداة أنت تبيها طبعا فيه تشفيف للشعر مجرد ما تلبس باند أو خاتم معين بالجهاز نفسه راح يكون معه الثورة مجرد ما تحرك يدك على الشعر راح يقوم بالاستشوار بالتشفيف شعرك ممتاز فيه بعد قير الحنة والتاتو أضفنا له الطباع على الأظافر وصبغ الأظافر ما شاء الله وترندي مع الأشياء اليديدة اللي يستخدمونها الحرية ومثلا خلنفترض أن مثلا واحدة صورت صورة مع زوجها وعيالها تحب أن تحطها مثلا على أظافرها تشبع على الابليكيشن يعملها يتنزلها على الابليكيشن الابليكيشن هذا يسوي فيه شيء يسمى إميج بروسسينج لمعالجة الصورة يعالج لها الصورة تحط يدها في أماكن لتخل يد البيكسي كاميرا تأخذ مقاسات الأظافر كلها تبدأ تطبع على الأظافر الصورة هذه أوكي أول مواد المستخدمة هل هي آمية؟ صديقة للطبيعة نعم صديقة للطبيعة والسكن اللي هو جلد أو ظفر للإنسان ممتاز ممتاز أنت ذكرت من شوي أن هذا ممكن هي تأخذ معها في سفرها أيضا نعم إذن ما في ثقل الجهاز نفسه؟ لا كتوقعاتنا بعد الدراسة بعد البزنز بلان بعد ما عملنا الجهاز وشفناه لا إن شاء الله تعالى ما في ثقل هذا هو راح يكون جنطة صغيرة أرضها ممكن ما يتعدى على قولتهم الثمانية سانتي نعم في فيديو قاعد نشوفها الحين إذا تقدر تشرح لنا شنو هذا الفيديو هذا هو الجهاز؟ هذا الفيديو هذي طريقة التراكينج راح يكون الجهاز مجرد ما تسرح الجهاز الذراع يقوم يلحق المشط هذا الشرح المفصل لها التفاصيل أي نعم تحطها بالسالانات مثلا تحطها مثلا وراء المستخدمة جميل مجرد أن تسرح المشط يلحقها طبعا طريقة التراكينج مالا يبدأ عدد الديتيلز له تفكيك الجهاز من الداخل شنو الاستخدامات لحنا كنا شنو الاستخدامات يستخدم هذا طبعا طوله عرض الجهاز راح يكون مع وزنه هل ممكن أنه يتقلل حجمه في المستقبل الجهاز نفسه؟ بالمستقبل إن الله شاء وراء دي راح يكون أصغر من شيء وضعف من شيء تشذي المرة ما تحتاج أنها تروح الكوافيرا وتسوي شعرها نعم عندها هذا صالون بحد ذاته موجود معها في المنزل الاختراعات الأخرى خلنا نتكلم عن اختراعات أخرى أيضا أنت قمت فيها وأيضا تخدم المستهلك نفسه أنا عندي اختراع اسم ممالتي لامب هولدر هذا مثل كلنا نعرف أننا وظيفة لبدل ليتات الأبراج هذه من أقل الوظائف الوظائف نعم في العالم يعني يتلقى رواتب عالية جدا فأنا يوم الأيام فكرت قلت لي يعني فرضا يعني ما كان موجود هذا أو صار له شيء ما يتبدل لأن هذا البرج بحد ذاته أساسا نعم مثل ما احنا شايفين عدد أيوة بحد ذاته هذا البرج أساسا في مشكلة يعني على الطائرات نعم فقلت ليش ما أنا أسوي شبكة نجمية دائرية أحط فيها لمبات مجرد ما يحترق واحد يتغير الثاني يتبدل أوتوماتيك افترضنا أن مرأة مثلا موجودة بالبيت ما يصير مرأة تصعد تبدل لمبة والله الحين عادي صاروا الحريم يسوون كل شيء ما يتعلى لمبة فيتبدله بروحة يعني خلينا نقول مثلا يعطيك طبعا هذه في شبكة من خمس ليتات أو عشر ليتات أوكي على حسب اختيارك أنت يعني خلينا نقول مثلا أنت حط لمبة موفرة طاقة لمدة سنة بتحط لك شبكة عشر ليتات عشر سنين بيالله تبدل تفكر تبدل الليتات هذه أما بما يخص الأبراج نطيحات السحاب مجرد ما تحترق الليتات كلها بريموت تقدر تنزلها لعندك تبدل الليتات وترجعها مرة ثانية يعني مجرد ما أنت توقف على السطط ما يحتاج أنك أنت توصل للمرجة يعني ما نحتاج المجهود صعب في أنك تبدل الليت كنهائيا بالنسبة للمسارح يحتاجونها للمجمعات للمطارات لأنها ما كنا مثل ما نقول نحن شحقة بعيدة يعني فتحتاج على قواتهم كرينات للرافع يعني مع هذا يعني أنا صار لي موقف في المطار أن مسكرين المطار بحزة زحمة الصيف مسكرين المطار نهائيا عساس بس بمبدلون لمبة طالعين اثناء شيء يبدلون لمبة واحدة وجهاز وكرين وكذا قلت أيش كل هذا بريموت اليوم تبدلها حلو تقدر تبدل السقف كامل في أنا حاط بالريموت كلمة all تقدر تبدلهم كامل حاط x و y تقدر تبدل بالطول وبالعرض حاط تقدر تختار أنت أشواء احترقة لمبة 15 عشرين ثلاثين أجمعين مجرد ما دخلهم الطقاب يرتفعون كلهم تبدلهم زين هذه الاختراعات الجميلة اللي أنت قاعد تسويها اللي قاعد تسهل أمور كثيرة هل طرحتهم في الأسواق؟ حد عرض أنه يبي يشتري منك؟ نحن نشكر أول شي مركز صباح الله أحمد من موهوبة والبداء حقيقة الموجود الجبار لهم يقومون فيه لدعم الشباب منهم مخترعين موهوبين ولكن نحن عندنا مشكلة بس بالتسويق نحن عندنا مشكلتنا بالتسويق يعني نحن اليوم لما نشوف السوشال ميديا اليوم شون الناس اشتهروا بعدها قاموا يسوين دعايات وكذا صح صارت يعني الدعاية أفضل من المنتج نفسه نعم يعني المنتج أساسا ما عمري في ناس تعتقد مجرد أني أنا ما أخترع خلاص أنا وصلت العالمية لا هذا مصح أنت يبي لك للصعوبة شون تسوق الاختراع هذا فمركز صباح الله أحمد عنده بالدور الناس قال تمشي بالدور فناطر كل واحد ينطر دور عاما يسوق أو أم يقوله لك لك الحق مجرد ما أخترع انزل ليش ما أنت تسوي خطة تسويقية لاختراعك وتبادر فيه ليش ناطر كل هالدور عشان تسوق المنتج؟ لا أنا مو ناطر أنا أخاف أني أنا يوم الأيام أدخل على شركة لأن نحن عندنا فيه مشكلة في موضوع الاختراعات موضوع الاختراع إذا خليت المجال مفتوح مثلا كتبت أنا بحط في الجهاز هذا سيرفو مثلا خنقول واحد جاء ثاني حط نفس الموتور هذا حط ستيبر خلاص صار اختراع ثاني فهذه مشكلة لازم أنت تكون أساسا أنت داخل على الشركة هذي يعني مثل ما يقولون أنت حابك الموضوع كله كامل مو نخلي لهم مجال أنه ممكن أن يطورون عليه لأنه نطور عليه راح ياخذ براءة ثانية وكون هاي الشركة عملاقة راح تقدر أنها تسوقها بسهولة نعم نعم هل نشوف احنا في ثقة بالمنتج الكويتي حاليا وكمخترع الكويتي هل تشوفنا في ثقة؟ مو بس بالكويتي يعني مو بس بالكويتي مشكلة احنا عندنا أنه أساسا العربي العربي أو الإسلامي كله كبرى يعني ما عندهم ثقة أساسا بالمنتجات مولودنا علمنا أنه نطرح الشغلات هذه هنا مثلا في الموطن العربي ما يأخذونا مجرد ما تروح تحطون على براند أمريكي أو أي وتيبر يأخذونا منك هذا المصيب فهذه هي مسألة الثقة أن أي منتج عربي لا يتم الثقة فيه أو أن معنى ممكن يكون ممتاز فوق الممتاز 101 من المية فوق الممتاز فوق الممتاز أنت قاتت روح قاتت أخذ منهم شغلات صح قاتت صعب عليك المهمة أنا قاتت أعطيك شيء يسهل عليك اللي أنت قاتت أخذه منهم لا هو مستمر في الشقاء يبي طول عمره لأنهم يتم يتعب وهم يربحون بس لا أنت منتج العربي صعب شوي ما أقدر أثق فيه نعم وأنت تأخذ منتجك هذا تعرض عليهم وما يأخذون أمريكا يردي بيعون عليهم نعم نحن بنكون مستمرين معاك في الحديث ونسولف أكثر عن هذا الموضوع بما أنه شكله فيه بقلب كلام موايد فنحن مستمرين معاك لكن نروح الفاصل ورادين رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل ومستمرين مع ضيفنا المخترع خالد الخليفي حياك الله معنا من يديد خالد سولفنا في التوع عن اختراعين اللي هو هذا اللي موجود أمامنا الحين وأيضا اختراع آخر اللي يتبدل فيه الليتات كلمنا أيضا عن اختراعات ثانية أنت سويتها أنا عندي اختراع بعد شاور عن دي بلاور شاور عن دي بلاور وهو الشاور نفسه بوكس مال الشاور نفسه أضفت له أنا بلاور للتنشيف طبعا مدى فائدة الشيء هذا داخل في كبينة السباحة وبرى السباحة برى كبينة السباحة المرأة اليوم لما تسبح مثلا تطلع تلف رأسها في فوطك صح هذا المؤدي لتصاقط الشعر أو تقصف الشعر نوعا ما وحيانا يطلعون الشعر ما يكون هم فيه ماء أو شيء يكون عرضة نزلة برد ففكرت لش ما حطانا بلاور بلاور أي شيء كان في بلاور يعني معناته ضغط عالي للهواء صحيح حطيت فيه قسمين للهوز نفسه حطيت فيه قسمين قسم للهواء وقسم للماء أي وقسمت الراس من فوق المقبض ماء للأيد اللي نستخدمنا المتنقل هذا حطيت فيه بلاور مجرد ما يسبح هاي شخص يقوم يبطل يضغط الدقماء يتبطل بلاور طبعا يتسكر منافذ الماء نهائيا هي فيه أربع فور ستايل يقول أربع أنواع للخروج الماء نعم والبلاور حطيت مجرد العلقات ما تستخدمها تنشف مجرد ما تقادر أنت كابينات السباعة ما تكون عرضة أساسا للإنزلاء أو اللي يديش بعدك ممكن تكون الحمامة يكرم السامع الملعكة مبلل فيزلك بنفس الوقت تحافظ على أرضيات الحمامة ما يكون فيها ماء على طول فيها ماء تتبطط بعد فترة نزين عندي سؤال على هذا الموضوع البلاور نفسه أو اللي نشف الشعر هو ما يشتغل على الكهرباء يشتغل على الكهرباء نزين ما رح يصير فيه مثلا التماس كهربائي إذا مثلا حاشا ماء لا لأن أساسا هو موجود وفيه ريش ريش صايرة مثل شكل مضلة المائلة يعني نفترض أنه لا قدر لاحظ رش ماء رح ينزل تلقائي أيوة ينزل تلقائي في نفس الوقت أنا حطيت سيفتي احتياط حطيت بوكس كامل داخل قبل لا يوصل حق البلاور قبل لا يوصل حق الميشين المكينة أنا أحط بوكس أساسا للماء لا قدر الله لو داش في حالة أنه داش ماء رح يكون بالبوكس هذا تقدر تفرقه ما شاء الله تبارك الرحمن يعني أنت مفكر في كل شيء أي سؤال ممكن لك درس أسئلك يا حول هذا الموضوع إلا أنت أردي حاط الإحتمالات كلها وبنيت اختراعك على هذه الإحتمالات اللي ممكن أنها تصير نعم الإنسان المخترع اللي عند نفسه أنه مخترع ناجح لازم يحط نفسه مكان مستخدم أنا باستخدم أنا إنسان متخوف مثل أنا شون أحط ماي وكهرباء شلون كذا فأنت لازم تكون مكان مستهلك حتى أنك أنت توصل لنتيجة فعالة بعد أن في شيء اسمه سيرتش أن الواحد يبحث ويرجع مرة ثانية يكمل على اللي هو بحثه يعني وصلت أقل نقطة معي أنت تبهيها حاول أنك أنت تستمر بالنقطة هذه جزع النقطة هذه حتى أنك أنت توصل لنتيجة منتازة سيحة الاختراع نفسه أي أن كان الاختراع اللي أنت قاعد تسوي شكتر يأخذ منك وقت خاصة من ناحية البحوث يعني أتوقع كل الاختراع يحتاج إلى بحث مسبق نعم هو الأمانة على حسبه ما فيه أي وقت معين أو هو على حسب الاختراع أحيانا فيه شغلات مثلا ما فيها إلكترونيكس ما فيها بيكترونيكس والأمور هذه ما فيها فما يحتاج أنك أنت تسوي سيرتش كبيرة لمدة طويلة إيه وأنت بإمكانك أنت حتى أنك أنت ما تتردد تقدر أنت أساسا تكتب الفكرة تحفظها عن طريق مركز صباح العمل تسجل أنت بالويب سايت أهما أساسا يسوي لك سيرتش إذا فيه نفس الاختراع اللي أنت مقدمة أهما يجبو لك يا يقول لك هاك طلع شلو الفروق اللي بين الاختراعك والاختراع المشابه لك ممتاز إيه فأهما عاد النتيجة النهائية النتيجة النهائية بعد البحث كنت ويعادة البحث بالنقطة نفسها وايد حلو نكلمنا عن اختراع آخر أيضا أنا عندي اختراع بعد له بين تتش باي سكن هذا الغلم هذا ما تطلع أساسا الريشة مالتة إلا في وضعية الكتابة لما تحط وضعية الكتابة يطلع الريشة مالتة الغلم غيرها ما تطلع الريشة هذه أسباب طبعا اختراع هذا الاختراع هذا أساسا سبب اختراعه هو الشجار اللي يصير بالمدارس الطفل يطعن واحد وهذا يطعن هذا وهذا أحيانا في ناس بدون ما يقصد ينفيده يحوش لجنبه أو تترك أنت الغلم بره ينشف يكون ناشف أحيانا تكون أنت ما تدري تحط الغلم تتعرض إلى دمج له الحبر فهذا سبب اختراعه بالأول وأخير هو سيفتي للأطفال حتى أنه ما يأخذها كأداة قاتل فيها أو شي وما في أحد يطعن أحد اليوم في وضعية الكتابة الصعبة صح والله ممكن يطلعون لنا تكنيك معين لا إذا فكرة واحدة أبد ما نبي نقول عشان لا يستخدمون هالناس إن زين أنت اختراعاتك كلها مبنية على مواقف وأمور تحصل في حياتنا اليومية في أمور تصير لي أنا في أمور أنا أشوفها أساساً حاجة ما أسهل لناس يعني مثلاً ذوي احتياجات خاصة هذا مو تفضل مننا أو تكرم مننا لا الأكس هذا شيء واجب علىنا أن نحن نفكر في ذوي الاحتياجات الخاصة حتى ننسهلهم الحياة أكثر مثل سبب اختراع الروبوت الكهري دراير هولدر سيستم وذي تراكينج اللي هو الذراع الآلي هذا سبب اختراعها أساساً أنا كنت يوم من الأيام قد صفح في السوشيال ميديا في لقيت نفسي أن أنا ضايف بطلة العالم لرفع الأثقال في إيد واحدة لذوي الاحتياجات الخاصة فاحتميت في الموضوع أكثر شدني الكلام في لقطة حطينها مع مذيعة تقول لها أنت سبب عدم ظهورك أنت بطلة العالم ليش فدخلت هذه أهم سويتها سيرج ودشيت عليها في موقع فيديو كامل المقابلة تقول لها أنت بطلة عالم ما نشوفه أنت من المشاهر هذين يعني ما نفهم أصيان ليش فقالت لها أنا عندي شخص رح أرتبط فيه قريبا الشخص هذا ما بي يوم من الأيام يجي يشوفني في شكل ما هو حلو يعني فأنا أداري إعاقتي في جمالي فجل مالي أدفع لتصفيف الشعر والميكاب وكذا فجأتني أن ولدت عندي الفكرة هذه أني أنا لش ما سوي ذراع أنه ما عنده ذراع ثاني لو عنده ذراع ثاني كان قدرت أسوي استشوار وكذا فقلت أش ما أنا سوي ذراع عالي أساسا يساعد اللوع المعاقين أنه مجرد ما يمشي طعادي يسر حس حال حال غيره طبعا للاختراع هذا عدة أسباب يعني هذا ممكن في ناس أساسا اليوم من باب العشوائية كونهم يستخدمونه للسشوار على الشعر على طول فيه مايو وكذا هذا الجهاز حين التطوير الثاني اللي سوينا بمركز صباح اللحمد ما هو بالبدع سوينا أنه ممكن يقيس درجة حرارة الشعر ممكن يقيس سمك الشعر يشوف الشعر شنه هي علشان ما يضرها على القرب والبعد مثلا إن كان قريب مضرونة قوية يقرب للسشوار منها ما هي قوية يبعد شوي حتى أن الشعر ما تتأذى أو تتصاغط وايد حلو الأسباب الأساسية اللي خلتك تروح وتتجه إلى هذا الاختراع الجميل هي أسباب نبيلة وجميلة وإنسانية لما نشوف إحنا مخترع كويتي شاب قاعد يتجه إلى هذا الاتجاه ويفكر بغيرة علشان يساعدهم في إنهم يحلون مشاكلهم اللي ممكن إحنا الأصحة نحس إنها شي عادي لكن غيرنا يستصعبها فشكرا لك على هذه المبادرة الجميلة اللي قدمتها نبي نسمع منك أكثر شنو يديدك إن شاء الله في الأيام القادمة بس قبل لا أعرف يديدك إن شاء الله اختراعاتك أنت تذكر اختراعات وايد فعدد الاختراعات توتلها شنو أنا إن شاء الله بن تعالى راح أسجل تدريجيا 44 اختراع إن شاء الله بن تعالى تبارك الرحمن في أفكار أساسا الأفكار اللي عندي أنا عندي أفكار إضافة على 44 هذي ولكن أنا قاد أقول خلني أركز في شغلات معينة أنا عندي شغلات معينة اليوم لما تباحث فيها برا وبديت أن نشتغل قاد ييني محمد الله فضل منه من الله شغل من وراء فأنا قلت خلني أركز وأسجل وقت التسجيل نحن عندنا في مركز صباح الأحمد فاتح مثلا شهر واحد واثنين وثلاثة تقدر تسجل شهر أربعة يدرسون الاختراعات بعدين يبطلون ثلاثة شهور يوقفون شهر فكل ثلاثة شهور مدة الثلاثة الشهور هذه قاد أسجل أنا براعة فضل منه من القاطرحة بس ولكن في عندي أنا شغلات أنا قاد أشتغل عليها اللي أنا سجلتها وتم تسجيلها وخدت على قولة ومسكور قاد أحاول الحين شوي شوي أنا أتكلم مع ناس أطرح أفكاري عند ناس عند شركات حتى أني أتوصل لأحد أني يقول لي ممكن أنا أسير لك دعم لك أني يعني دعم لك أو كذا صحيح غريبة إن شاء الله إن شاء الله تستاهل كل الدعم اللي يقدم لك إذا قاعدت طلعنا بنتائج جميلة مثل هذه عندي سؤال وقد يكون هو سؤال يدوس على الوتر مثل ما يقولون شنو وضع المخترعين الخليجيين والعرب في مجتمعنا حاليا المخترع أمانة يعني إحنا عندنا شغلة واحدة يمكن تفرق عن دول الخليج وهذا أن إحنا عندنا مركز صباح الأحمد يحتضن أبناء المفكرين والمبدعين ولكن كون هو يقوم يعني يبذل جهد جدا جبارا أن يحاول أن يوصل المخترع لنتيجة يكف أنه يقوم أن يسوي لك بروتو تايبينج أن يطلع لك نموذج حقيقي يساعدك لأبعد الأمور ولكن أنا كون العرب أو بالوطن العربي أو الخليجي الأمانة أنا أسمع كثير تضمرات يعني أنه ما في شيء ما في دعم ما في دعم إحنا بالكويت حتى يعني الصندوق المشاريع التنمية المشاريع الصغيرة المتوسطة لدعم مشاريع الصغيرة المتوسطة نعم الأمانة يعني أنا نوعا ما أشوف أن شروطهم نوعا ما تعجزية يعني يعجزون المخترع أو المتقدم يعني أكبر الممكن المتقدم بيسوي شيء موجود يكاد يكون موجود مثل مطاعم أو 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 بس المخترع أنت مفروض أساسا أن تفتح لالبيبان لأنه جاي بفكرة ما هي موجودة بالعالم أفنهما هم سجلة بالكويت هم سجلة بالعالم سهي يعني مفروض أنك أنت تحتضنا تقول له هاك هذا المبلغ بلدش يشتغل يعني لا تطلب منه حتى مصنع خلّهوا علاقاتهم يصنع برة في الخارج ويجي عندك هذا المفروض هذا المفروض يعني الشباب الكويتي عندهم طاقات هائلة في أنهما يبشون في اختراعات ومشاريع وفي كافة المجالات الشاب الكويتي بشكل تحديدا مبدع قاعد يحاول أنه هو يخلق التغيير وأنت أيضا من خلال الاختراعات قاعد تحاول أنك أنت تغير في نظرة المجتمع للمخترع وأيضا أنك أنت قاعد تتيب شيء يسهل على الناس في أمور حياتية كثيرة شكرا لك المخترع خالد الخليفة على تواجدك معانا اليوم ويعطيك ألف عافية على هذا المجد شكرا لكم أنتوا على الاستضافة الله يعطيكم الصحة والعافية تسلم مشاهدين احنا أكيد مستمرين معكم لكن الروح الفاصل أرادين شكرا لكم